بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بطلاب الصف الثالث نبدأ درسنا لهذا اليوم بسم الله فلنبدأ المرحلة الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثالث مادتنا المادة الجميلة والمحبوبة لدى الجميع مادة المهارات الحياتية والأسرية موضوع درسنا لهذا اليوم تمارين عامة معكم المعلمة ويقام عبد الرحمن أبو النجا ومعلمة لغة الإشارة الأستاذة يسرى نبدأ بدرسنا لهذا اليوم تمارين عامة نبدأ بأهداف الدرس يتوقع من المتعلم في نهاية الدرس أولا يوضح أهمية أشعة الشمس ثانيا يبين فوائد السباحة ثالثا يعلل سبب غسل الأيدي قبل الأكل وبعده رابعا يشرح فوائد العناصر الغذائية نبدأ بمراجعة لدرسنا السابق تعرفنا في درسنا السابق على بعض المفاهيم الرئيسية تعرفنا على مفهوم التغليف ماذا نقصد بالتغليف؟ بارك الله فيكم مبدعين التغليف تغطية الطعام أو لفه بإحكام لحفظه أيضا تعرفنا على فساد الأطعمة ماذا نقصد فيه؟ بارك الله فيكم الفساد تلف المواد الغذائية ويظهر تغير المظهر والنكهة والرائحة أيضا تعرفنا في درسنا السابق على مصادر الأطعمة هناك مصدر من مصادر الأطعمة مصدر بارك الله فيكم حيواني ومصدر ومصدر نباتي مبدعين أيضا تعرفنا في درسنا السابق على فوائد المجموعات الغذائية ذكرنا المجموعة الأولى مجموعة الحليب ومشتقاته فائدة مجموعة الحليب ومشتقاته بارك الله فيكم تساعدنا على النمو لاحتوائها على الكالسيوم والفسفور بارك الله فيكم أيضا تعرفنا على المجموعة الثانية مجموعة بارك الله فيكم مجموعة الخبز والحبوب فائدتها بارك الله فيكم تمد الجسم بالطاقة والنشاط أيضا تعرفنا على المجموعة بارك الله فيكم مجموعة اللحوم والبقول فائدتها بارك الله فيكم تمد الجسم بالطاقة أيضا تساعد على نمو الجسم أيضا تعرفنا على مجموعة الفواكه والخضروات تحتوي على الفايتامينات والأملاح المعدنية فائدتها بارك الله فيكم تقي بإذن الله من الأمراض أيضا تعرفنا في درسنا السابق يجب علينا أن أغسل يدي قبل تناول الطعام ما هو السبب برأيكم؟ بارك الله فيكم لإزالة البكتيريا والجراثيم العالقة باليدين أيضا يجب أن أغسل يدي بعد تناول الطعام ما هو السبب؟ بارك الله فيكم لإزالة باقي الأطعمة العالقة في اليدين أيضا تعرفنا في درسنا السابق يجب علينا تجنب النفخ في الطعام لمنع انتقال الجراثيم إلى الطعام أيضا تعرفنا على الإرشادات العامة أولا شكر الله على نعمة الغذاء يكون بحفظها وإكرامها ثانيا الحرص على تغليف الغذاء يحفظه من التلوث والفساد ثالثا ضعف الطبق قدر حاجتك من الطعام رابعا نظافة المدرسة تعكس قيم وأخلاق الطلاب فيها نبدأ بالتمارين العامة نبدأ بالسؤال الأول أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة نقرأ الفقرة الأولى الشمس مفيدة للإنسان والحيوان والنبات ثانيا السباحة رياضة مفيدة للجميع ثالثا الصداقة الحقة تقوم على المصالح المادية نطبق استراتيجية الدقيقة الواحدة ونقوم بحل هذا التمرين سويا نأخذ دقيقة للحل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتهينا من الحل هيا نبدأ الشمس مفيدة للإنسان والحيوان والنبات إجابة صحيحة أم إجابة خاطئة؟ بارك الله فيكم إجابة صحيحة ننتقل للفقرة الثانية السباحة رياضة مفيدة للجميع بالطبع إجابة صحيحة هي رياضة مفيدة للجميع ثالثا الصداقة الحقة تقوم على المصالح المادية إجابة صحيحة أم إجابة خاطئة؟ بالطبع إجابة خاطئة نقوم بتدوين الإجابات في الكتاب ننتقل الآن للسؤال الثاني أضع الكلمات الآتية في الفراغات المناسبة لدينا الكلمة الأولى الصباح الكلمة الثانية السباحة الكلمة الثالثة الهوايات نبدأ بالفقرة الأولى رياضة ممتعة ما هي الرياضة الممتعة برأيكم؟ ثاني فقرة الشمس مفيدة في فراغ الباكر وقبل الغروب ثالثا أمارس فراغ والألعاب البدنية المفيدة نبدأ الآن بالحل نقوم بتطبيق استراتيجية الدقيقة الواحدة لدينا دقيقة واحدة للحل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نغستطيها في القناة نغستطي من الدقيقة الواحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتهينا من تدوين الاجابات؟ نبدأ بالحل أولا فراغ رياضة ممتعة بارك الله فيكم السباحة رياضة مفيدة وممتعة ثانيا الشمس مفيدة في الباكر وقبل الغروب في الصباح الباكر مبدعين ندون الإجابة ثالثا أمارس فراغ والألعاب البدنية المفيدة أمارس الهوايات بارك الله فيكم أقوم بتدوين الإجابات أولا السباحة رياضة ممتعة أيضا مفيدة لصحة الجسم ثانيا الشمس مفيدة في وقت الصباح الباكر وقبل غروب الشمس فهي تمد الجسم بفايتامين دال ثالثا أمارس الهوايات والألعاب البدنية المفيدة ننتقل الآن إلى السؤال الثالث اختار الإجابة الصحيحة نبدأ الفقرة الأولى عند السباحة يجب أخذ الإذن من والدي ثانيا السباحة في مياه السيول ثالثا السباحة في الأماكن العميقة بالطبع الإجابة الصحيحة أخذ الإذن من والدي بارك الله فيكم هنا السباحة في مياه السيول هل هي إجابة صحيحة؟ بالطبع إجابة خاطئة ويجب أن أبتعد عن السباحة في مياه السيول ننتقل للسباحة في الأماكن العميقة أيضا إجابة خاطئة ويجب أن أبتعد عن الأماكن العميقة هنا يجب أن أخذ إذن والدي للمحافظة على السلامة أثناء السباحة ننتقل للفقرة الثانية أقضي وقت فراغي في مشاهدة التلفاز طوال الوقت ثانيا القراءة المفيدة ثالثا النوم ما هي الإجابة الصحيحة برأيكم؟ بارك الله فيكم القراءة المفيدة فهي تقوم بزيادة معلوماتنا أيضا بالقراءة والاطلاع ننتقل الآن مشاهدة التلفاز طول الوقت هل هي إجابة صحيحة؟ بالطبع إجابة خاطئة أيضا النوم إجابة أيضا خاطئة ننتقل الآن لسؤال رقم أربعة أكتب فائدة كل قسم من أقسام الغذاء في الفراغ المناسب تعرفنا في بداية درسنا على أقسام الغذاء هنا لدينا ثلاث مجموعات المجموعة الأولى هي البروتينات اللحوم والبقوليات بارك الله فيكم والمجموعة الثانية مجموعة الخبز والكاربوهايدرات بارك الله فيكم والمجموعة الثالثة الفواكه والخضروات وهي مجموعة الفايتامينات ما هي فائدة كل مجموعة من هذه المجموعات نشاهد سويا نستنتج الإجابة من خلال الفيديو القادم نشاهد الفيديو سويا العناصر الغذائية العناصر الغذائية موجودة في الطهام ويحتاج الجسم إليها للنمو وإصلاح التالف من الخلايا وإنتاج الطاقة والوقاية من الأمراض سننطلق يا صديقاتي في رحلة إلى العناصر الغذائية هيا بنا إلى البروتينات يعد البروتين مصدراً أساسياً لبناء جميع أنسجة الجسم وصحتها وتكمن أهميته للنمو والصحة وهي أنسب المواد الغذائية لبناء الأنسجة مصادرها بروتين حيواني بروتين نباتي هيا بنا إلى الدهون الدهون عنصر هام جداً للطاقة فيستفيد منها الجسم مباشرةً أو يدخرها لحين الحاجة ويجدر التنويه هنا إلى أن الدهون تعد أساسية للحياة والصحة الجيدة بيد أنها مؤذية ومضرة عندما تتناول الكثير منها مصادرها نباتية حيوانية هيا بنا إلى الكربوهايدرات تكمن أهمية الكربوهايدرات بإمداد الجسم بالطاقة لأن كل جرام كربوهايدرات يعطي أربعة سعرات حرارية فهو الوقود الرئيسي الذي يزود الجسم بالطاقة الضرورية لحركته ونشاطات كل الأعضاء داخله مصادرها سكريات نشويات هيا بنا إلى الفيتامينات والأملاح المعدنية إننا جميعاً نحتاج إلى الفيتامينات لأنها أساسية للنمو والحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض فهي تؤدي دوراً هاماً في تمثيل الطعام وتحويله إلى عناصر يستطيع الجسم أن يستوعبها ويستفيد منها مثل فيتامين داي الذي نأخذه من أشعة الشمس مصادرها الفواكه الخضروات أما الأملاح المعدنية فهي ضرورية للمحافظة على توازن سوائل الجسم ولتقوين الدم والعظام وللمحافظة على النشاط الأعصاب ولتقوم الغدد بوظيفتها الحديد اليود هيا بنا إلى الماء تساعد على تنظيم حرارة الجسم وهي ضرورية لخلايا الجسم نأخذها من ماء الشرب والعصير والحليب والفواكه والخضروات والحزاء تساعدنا سويا هذا الفيديو نستنتج من خلال هذا الفيديو مصادر العناصر الغذائية وأهميتها وفوائدها نبدأ بالمجموعة الأولى اللحوم والبقوليات وهي البروتينات ما هي فائدتها؟ بارك الله فيكم بناء أنسجة الجسم ننتقل للمجموعة الثانية الكاربوهايدرات منها الخبز والأرز فائدتها بارك الله فيكم تمد جسم الإنسان بالطاقة اللازمة ثالثا الفواكه والخضروات فائدة الفواكه والخضروات تمدنا بالفايتامينات فائدتها بارك الله فيكم تقي جسم الإنسان من الأمراض نقوم بتدوين الإجابات في الكتاب نأخذ دقيقتان لتدوين الإجابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر بارك الله فيكم ننتقل الآن أتعلم لغة الإشارة بشغف حتى أتواصل مع زملائي وزميلاتي من الصم وأنا قادر بتوفيق الله على إتقانها بكفاءة عالية نبدأ بالكلمة الأولى كلمة الزبادي الزبادي نطبقها سويا الزبادي بارك الله فيكم ننتقل إلى الكلمة الثانية خبز خبز نطبقها سويا خبز بارك الله فيكم ننتقل للكلمة الأخيرة الموز نطبقها سويا الموز بارك الله فيكم ننتقل الآن حققنا جميع أهداف الدرس لهذا اليوم وضحنا أهمية أشعة الشمس للجسم فهي تمدنا بفايتامين دال أيضا بينا فوائد السباحة على الجسم أيضا عللنا سبب غسل الأيدي قبل تناول الطعام وبعده فيجب علي أن أغسل الأيدي قبل تناول الطعام لإزالة البكتيريا والجراثيم العالقة فيها وبعد الطعام لإزالة بقايا الطعام الموجودة فيها أخيرا شرحنا فوائد العناصر الغذائية من البروتين والكاربوهايدرات أيضا الفواكه والخضروات وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم سعيدة بإجاباتكم الرائعة ألقاكم قريبا إن شاء الله